مستمرين في كلامنا ومباركتنا واحتفاءنا الكبير طبعا طلاب السنوية العامة اللي نكحوا في شهادة السنوية بعد طبعا الضغط النفسي والعصبي اللي عصروا وتعرضوا لي في الفترة اللي فاتت لكن الطلاب النهاردة محتاجين ان هم يعودوا في فترة هدوء نفسي بعد ما يعرفوا بقى النتيجة وبعد ما قعدوا وهديوا عشان يقدروا يعرفوا ايه هي الكلية اللي هم عايزين يدخلوها فعلا الكلية اللي هتحدد مستقبلهم خاصة يعني بيكون في ضغط ساعات كتير من اولياء الامور تلاقي الاهالي ساعات تقوله انا عايزك تدخل الكلية دي او انا عايزك تدخلي الكلية دي في نفس الوقت هم ما بيكونوش عارفين بسبب الضغط النفسي ده هم محتاجين ايه الضغط ده بيكون لي في الحقيقة قصار سلبية هنحل القصار دي ازاي والهدوء النفسي ده يعني هنعمل هدوء النفسي ازاي وفي وقت ان احنا يلا التنسيق احنا لسه مخلصين النتيجة طلعت كل ده هتعرفنا عنه الدكتورة الاستعادات النفسي دي طبعا الدكتورة اللي من ورانا النهاردة في الستوديو ردوة سعيد عبد العظيم استشاري الطب النفسي بالقصر العيني اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك من ورانا دايما ده نور سيادك يعني اكيد انت عندك حد من اصحابك او اولادك او قريبك كان في السنوية العامة وشوفتي او عصرتي الضغط ده عامل ازاي ازاي نعرف او نعرف من حضرتك الطالب بعد اعلان النتيجة ايه المدة الزمنية الطبعية اللي ممكن يعودها عشان كده يعرف ايه هي الكلية اللي هيدخلها والله على حسب النتيجة يعني فيه ناس بتبقى جابت نتيجها اورادي بالفعل عارف هو عايز يخش تجارة عايز يخش هندسة عايز يخش صيدلة وجاب المجموع بتاع الكلية فطريقه مفتوح مفيش حاجة موقفة القصة كلها بتبقى في الطلبة واهليهم اللي عندهم طموحات وكانوا عايزين يدخلوا اهليهم كليات معينة اسفى اطفالهم كليات معينة وشايفين ان الولد او البنت فشلوا لانهم ما جابوش المجموعة فهنا لازم الاسر كلها والناس كلها والطلبة بالاخص يبقوا عارفين انه الفشل والنجاح ده شيء نسبي جدا واللي بيحدد نجاح البني ادم الحقيقي وساعدته في حياته مش الكلية الكلية دي مرحلة يعني مؤقتة جدا وكتير من اوائل كريط الطب ما هو مش احسن ده كثرة والمهندسين اللي متعينين معايدين مش بدرورة ان هو احسن مهندس فالقصة انه النمر بس هاي اللي بتحدد مصرنا ده شيء مغلوط جدا وبنسيبه انه يسيب صدمة واثر سلبي شديد على الطالب وعلى اسرته فتلاقي الاسرة مكسوفة تقول نتيجة الطالب لان وكأنه خزل الاسرة كلها ده كلام فاضي فاضي الراجل ده او البنت دي ممكن جدا يكون شخص موهوب وخريج معهد فني تجاري وبقى اشطر واحد بيصلح تكيفات بلاش تجاري يعني اصد معهد فني بيعمل حرفة والحرفة دي هي اللي تخليه عنده كرير ومجال يكسر الدنيا هي بقى اشطر من زميل لي او جار طبيب او مهندس انا بجيب الامثال دي النادي المهن اللي احنا بنشوفها احسن مهن وده شيء بيدحك يعني في استراليا قارة اخرى اكتر واحد بياخد فلوس رقم واحد اعلى مرتب في الساعة هو السباك السباكين بالزباك هو السباك طميس فبياخد 3000 دولار استرليني في الساعة فالنهار ده الوعي بتاع المواطنين لهمية كل المهن وانه في الاخر اللي بينجح واللي بيسبت نفسه هو الانسان اللي بيعرف يحط بصماته على الارض فمش كل السباكين شاطرين مش كل اطباء شاطرين مش كل المهنسين بنوا حاجات مهمة او مطلوبين في السوق هو ده اللي محتاج الاب والام يزرعوه في بنتهم وابنهم انه ده مش اخر مطاف وانه يحاول يساعده يحقق اللي هو عايزه يخش الكلية او المعهد الفني او ايه ان كان ايه الدراسة اللي هو عايزها مش اللي بتحقق طموح الاب والام لان في الاخر مش هم اللي يعيشوا حياته وحياتها أيها يعني دكتور الطالب النهار ده وحريك قلتي حاجة مهمة جدا انه انه الاب والام مش هم اللي هيعيشوا الحياة دي بالضبط لكن للأسف احنا بنقعد عارفة مع نفسنا كده كتير بقى عندنا اولادنا مش عارفين هم عايزين يعملوا ايه تسأليهم متأكدا ان حضرتك يمكن تعاملتي مع النوع ده من الناس اللي بتجيلك انه ام او اب يقولولك انا ابني مش عارف هو عايز يعمل ايه طول وقت فالمرحلة بتاتلي هدوء دي قبل ما قرر مصيري يعني هيبقى ايه قدام ازاي يعني الهدوء ده يخليني اعرف احط كده افكاري ورتبها واعرف انا عايز اعمل ايه انا شاطر في ايه زي ما حاليك قلت الحتة اللي انا عندي فيها موهبة قدر حط فيها بصمة استغل الوقت ده ازاي القلق في العموم بيخلي الانسان ما يعرفش يفكر بيلخبطه والقلق هو اكتر واختر واشهر الاكتر شيوعا من الامراض النفسية واللي بتصاحبها كمان اعراض نفس جثمانية يعني انا الان في معدتي بتقلب عندي قولون عصبي عندي ضربات قلب كتير من مرضى القلق ممكن يروحوا كمان مستشفى الطوارئ فالنهاردة الوقت اللي حضرتك بتشيري اليه النهاردة عندي امتحان سواء جبت فيه مجموعة كمير قوي او مجموعة اقل من اللي انا متوقعه لازم اخد فترة نفس هو ده اللي حضرتك بتتكلمي فيه ان انا اعيد حساباتي وافكاري لو لم اوفق في الطريق اللي انا رسمه وجبت المجموع فانا مكمل في الخط اللي انا عاوزه فبالتالي مراجعة وترتيب الاوراق ممكن يبقى ايام ممكن يبقى اسابيع ولكن ده بيفرق طبعا من شخص للتاني لانه فيه شخص بيهدى بسرعة واللي حواليه بيساعدوه انه هو يهدى بسرعة يعني لو طالب عنده انشطة رياضية عنده اصدقاء فيه حياة اخرى بجانب الدراسة ده بيبقى اسهل عادة في انه يرجع يتمالك نفسه يعرف ان ده مش اخر الدنيا وانه هيلاقي حاجة جديدة يلاقي نفسه فيها لما لو طالب كل اللي بيعمله انه هو بيذاكره بس والأسرة كلها حتى احلامها وامالها عليه كل الناس بتتكلم على انه مستنين ناتيجته ففيه ترقب شديد جدا وضغط شديد جدا فعادة الطلبة دول بياخدوا وقت اطول انه هما القلق يهدى لانه كمان القلق ما بيبقاش مرتبط بس بالطالب بيبقى مرتبط بالأسرة كلها الأسرة كلها في حالة قلق فكل ما الطالب يحاول يهدى علشان يلاقي سكة جديدة وطريق الأم تبقى حزينة الأب يبقى عاد بيبكته الأب بقعد محبط فده يشعل تاني القلق فلازم برضو نبقى فاهمين انه الجو العام اللي احنا بنديل أولادنا اثناء الدراسة علشان ينجحوا ما ننساش أبدا انه النجاح ما هواش بس نتيجة السنوية العامة النجاح هو ازاي ان انا ادعم ابني وبنتي انه هما ينجحوا في حياتهم انه هما يكملوا طريقهم انه انت كويس وانت ناجح وانت جميل وانت راجل مال وهدومك وانت ست زي الأمر وانت هتأملي كل اللي نفسك فيه سواء جبتي خمسين او ستين في المية وعدتي الامتحان يعني ابتدي اقول انت عديت الامتحان دي مرحلة لو انت عايز تحسن او عايز تخش كلية او معهد كفترة انتقالية وبعدين تفكر انت عاوز تعمل ايه مفيش مشكلة فدايما اأكد على الطالب انه نجح مش انه فشل ده مهم جدا وحاول احتوي مشاعري انا كاب وام واحزاني لان ده مش هيفيد عيالي دكتور هل فيه ترابط ما بين النجاح ان انا نجحة في حاجة انا بعملها سواء بعد دخلت الكلية او اشتغلت وما بين ان انا بعمل الحاجة اللي انا بحبها او دخلت الكلية اللي انا بحبها هل فيه ارتباط ما بين الاتنين بالتأكيد اللي بيعمل حاجة بيحبها بينجح فيها وفيه مثل شائع في كثير من الثقافات بيقول اعمل اللي بتحبه وحب اللي بتعمله يعني طب افرد انا اضطريت ان انا اخش لمجال دراسة غير اللي انا كنت راسم مستقبلي كله عليه وابتديت الاقي اشياء بحبها في المجال ده وابتديت الاقي نفسي دايما ادور على ان انا الاقي نفسي في المكان اللي انا فيه بدل ما اضيع الوقت واستثمره في ان انا ناقم وحس ان انا ما عملش اللي انا نفسي فيه وحس ان اهلي اجبروني ان انا اخش المجال ده او الظروف او الدولة او قلة الموارد كل ده كلام فاضي فاضي لانه في الاخر انت وانت تقدر تنجح في اي مكان انت فيه طالما حضرتك عاوز تنجح وطالما حضرتك بتبص دايما على اللي معاك مش اللي مش معاك فده بتالي توجه مهم جدا في التوقيت ده لان فيه كثير من القلق والاحباط والفرحة برضو في بيوت للناس اللي هي الطريق مشي وكانسالك للتوجه اللي انا عايزه من الاول ولكن تاني بفكر الناس وبعيد يا رب ما يزهووش بس من كتر الاعادة انه مش بالضرورة خالص ان الاختيار اللي انا كنت عايزه هو افضل الاختيار فيه اية في القرآن الكريم تري كلنا عارفنا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فدايما الاختيار كمان الالهي يعني فيه دايما حكمة في الاخدار احنا ممكن نكون مش عارفينها ويمكن نعرفها بعدين مع الوقت فلازم احنا نبقى منفتحين يعني we have to stay open دايما دايما نبقى بستقبل مش قافل ومتشدد مش اداية خلاص ومتشدد على حاجة واحدة بس وهي دي نهاية العالم ابدا ما فيش نهاية العالم طالما في حياة في امل وفيه فرصة لازم انا بقى اكون جاهز للفرصة داي طيب لو الرغبة اللي انا كتبتها ما جات ليش دور الاهل هنا ايه ان هما يسندوا ويدعموا الطالب في المرحلة دي بان هو ما يجلوش اكتئاب ما يتضيقش ما يحسش انه نهاية الدنيا وزي ما حالك يكون عنده الاستعداد حتى ان هو يبقى مفتح لاختيارات تانية يعني ما نقدرش نحرم الاهل من حقهم في الحزن ولا الطالب لو هو كتب بالفعل رغبة وكان من المحتمل انها تجيله يعني هو متوقع وبعدين ما جاتش تاني بنفس الاجهزية بنفس طريقة التفكير انه زي ما واحد رايح يتجوز واحدة واهلها رفضوه مش اخر الدنيا في ملايين الستات التانيين اللي ممكن يحبوه ويتقبلوه ويبقوا عايزينه فنفس الحكاية الاختيار ده ممشيش في الكليات في اختيار تاني ويجوز نفس الاختيار ده بعد شوية اقدر اخده لو في كليات خاصة اتفتحت والاهل عندهم القدرة او في منح لبعض الكليات الخاصة برضو الطلبة ما ينسوش ان العالم كبير وفي منح كتير دراسية لو في حد بيدور على تخصص معين ويعني فوكس مركز تماما انه عايز يشتغل في المجال لانه لما بنفقد الامل وبيتملكنا القلق والخوف والاحباط بيصبنا العمى يعني بنبطل نشوف ودي ممكن اخطر حاجة في الوضع الراهل نشكرك يا دكتورة دكتورة ردوة سعيد عبدالعظيم استشاري الطب النفسي بالأسر العيني كل شكر لك يا فندم والف مبروك لطلبة السنوية العامة اللي نكحوا ويعني بكل ما جمعهم بكل ما جمعهم بكل ما جمعهم ألف مبروك مش وان انت جبت خمسين في المية ولا مية وخمسة في المية ألف مليون مبروك انك عديت ولو ما عديتش هتعدي لما تتمالك نفسك وتعيد أوراقك وحساباتك وان شاء الله يوفق الجميع ان شاء الله مرسي يا دكتور